موسيقى سلام عليكم سورة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي إلى جانب نظيره التركي أحمد داود أغلو في اجتماع إسطنبول أمس نراها في أكثر من صحيفة كالشرق الأوسط والنهار والعنوان الأبرز مساعدة دفاعية أمريكية للمعارضة السورية والعنوان الثاني تحديدا في الشرق الأوسط مطالبة المعارضة بالنائي بنفسها عن القوى المتطرفة وفي الصحف الأردنية وبعد مضي يومين على مسيرة للإخوان المسلمين وسط العاصمة عمان تواصل هجومها أي هذه الصحف الأردنية على مسيرة للإخوان وتصفها بالاستعراض العسكري والإخوان بالشبيحة في لبنان قدائف الأزمة السورية وصلت إلى قلب الهرمل في البقاع الشمالي والتشكيلة الحكومية قيد البحث أهلا بكم إلى آخر طبعة وفيها سنناقش آخر التطورات الأمنية والسياسية في لبنان وسوريا ومصر وأسرائيل بداية أرحب بضيفي لهذا اليوم المحرر الدبلوماسي في النهار خليل فليحان أهلا بك أستاذ فليحان أهلا بك كيف تبدو الأجواء التشكيلة الحكومية؟ اليوم يحكى عن مواءمة بين الأسماء يعني هذه كلمات وعبارات تطلق بالمناسبة ونتيجة أي اتصال المهم لم تختمر بعد حتى العجنة الأولى للحكومة على أساس أن القوى السياسية تريد أن تتمثل في هذه الحكومة والمشكلة الحقيقة أو العائق الحقيقة حسب رشحها من نتائج ليلة أمس الخلاف لا زال قائما بين مفهوم الرئيس المكلف للحكومة وبين ما تريده بعض القوى السياسية الفاعلة والمؤثرة ما هو مفهوم الرئيس المكلف للحكومة؟ يريد أن تكون حكومة انتخابات يعني كما تريد توارى بعشر من أذار حكومة انتخابات يريدها من سياسيين هو ربع عشر من أذار تحديدا حيادين هو يريد أن تكون حكومة حيادية قالت له قوى سامن أذار ماذا تريد بالحياد؟ الآن هناك أزمة نازحين للسوريين هناك تحديات هناك خاطر إقليمية ربيع عربي يشتعل بالدول مشاكل يمكن أن تحصل أكثر فأكثر في سوريا يعني قال أن الحياد ليس معنى ذلك أن الوزير الذي سيعين أو سيختار هو وزير حيادي يمكن أن يكون سياسي وليس بضرورة أن يكون تلك نقرات هل هناك من سياسيين حياديين في لبنان؟ هل هناك من أخص حياديين؟ لا أعتقد ذلك هذه سفسطة لأنه عندما تقول لنا لقوى الثامن من أذار أو الرابع عشر من أذار تسمي مرشحك يعني أنه سياسي يعني أنه سيستنير بما تريده هذه القوى هل العائق فقط سنتحدث أكثر عن التشكيلة الحكومية لكن هل العائق فقط داخلي في لبنان عدم توافق الأطراف أم هناك ارتباطات مع الخارج؟ لا أعتقد داخلي لا أعتقد بأن إذا كنت تقصدين السعودية مثلا أنه تريد أقصد ملفات المنطقة تحديدا الأزمة السورية إذا كانت الأزمة في سوريا لم ترقسم ملامحها بعد هل سنشهد حكومة في لبنان؟ لا أعتقد أن القيادة في سوريا منهمك الآن في طبيعة هذا الوزير أو ذاك أو هذه الحقيبة أو تلك لكن مسألة لبنانية لذلك ستأخذ وقتا لكن هي الحكومة أستاذ إفليحان ليست على هذا التفصيل يعني على قياس وزير أم نائب بقدر ما هي هل هناك حكومة فعلا أم هناك فراغ حاليا ليس هناك من حكومة وهناك حكومة تصريف أعمال المطلوب حكومة بمهمة محددة إجراء الانتخابات لكن ليس هناك حتى الساعة أي قانون للانتخابات هل سيولد هذا القانون قبل ولادة الحكومة أم بعد أيضا هذا الرابط يعني رفضه الرئيس المكلف وقال تشكيل الحكومة شيء وقانون يعني الصياغة أو الاتفاق على قانون أو إقرار قانون جديد سنتحدث أكثر عن لبنان سياسيا وأمنيا لكن اسمح لنا أن ننتقل إلى عنوين الصحف مع الزميلة ملك خالد السلام عليكم نبدأ جولتنا على الصحف العربية من مصر وصحيفة الأخبار التي عنونت ضبط شبكة تجسس في سيناء أمدت إسرائيل بمعلومات عسكرية القضاة غاضبون والنيابة تحقق مع 39 متهما بينهم أمريكي في أحداث مليونية التطهير المحكمة في السجن إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب واستمرار حبسه في قضيتين ومرسي تعديل في الوزراء والمحافظين خلال ساعات نبقى في مصر وصحيفة الجمهورية مرسي تعديل وزاري وحركة محافظين لتحقيق أهداف الثورة وإدعاة البنوك بالدولار آمنة لانية لصرفها بالجني يقول محافظ البنك المركزي في واشنطن وفي أيضا مصادر رئاسية قنديل مستمر والتعديلات الوزرية محدودة إخلاء سبيل مبارك في قضية الكسب غير المشروع وإخلاء سبيل إبراهيم سليمان ومن مصر ننتقل إلى شرق الأوسط أصادر في لندن ولي العهد يستقبل الشيخ أحمد الطيب الأمير سلمان يثني على دور الأزهري ومكانته بدء اجتماع إسطنبول ومطالبة المعارضة بالنأي بنفسها عن القوى المتطرفة ومساعدات دفاعية أمريكية للمعارضة السورية في شرق الأوسط نقرأ أيضا سفارة تشيك تضطر إلى توضيح أنها ليست الشيشان والمباحث الأمريكية أبلغت في 2011 بتطرف أحد الشقيقين الشيشانيين وإلى إيران في الشرق الأوسط حيث إيران تستعد لمناورات برية وتحذر إسرائيل من حماقات جليل يعتزم خوض صباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى النهار اللبنانية الحرب السورية تطل على لبنان من الهرمل النازحون تجاوز المليون ومساعدات تصل تباعا وفي النهار أيضا أصدقاء السورية يعززون دعم المغارضة المسلحة وكيري يكرر النية بتزويدها معدات غير قاتلة إلى الدستور الأردنية رئيس الوزراء يبحث مع وطن النيابية قانون الانتخاب والحكومة البرلمانية والنواب يستأنف مناقشات الثقة في جلسات صباحية ومسائية اليوم وفيها أيضا فعاليات عشائرية وحزبية تستنكر الاستعراض العسكري للإخوان بوسط عمان والموضوع السوري في الدستور الأردنية معارك عنيفة في ريف دمشق وحشود عسكرية على درية وإصابة 29 من الدرك بأعمال شغب في الزعتري إلى البيان الإماراتية محمد بن راشد دبي نموذج يحتذى في تخطي الأزمات أعفاء خالد بن سلطان من نيابة وزارة الدفاع السعودية والقضاء المصري تظاهرات الإخوان إساءة لحماة العدالة وفي البيان أيضا عبدالله بن زايد الإمارات قامت بمسؤولياتها تجاه الشعب السوري وأصدقاء سوريا دعم دفاعي مقابل التزامات ختاما إلى البلاد الجزائرية بعد إلغاء المناورات المشتركة بين واشنطن والرباط الجزائر مرشحة لخلافة المغرب كحليف استراتيجي لأمريكا في المنطقة وجون كيري وراء تغير الموقف الأمريكي من الصحراء الغربية السلام عليكم أستاذ فليحان سنبدأ بمساعدات غير قتالية ومساعدات دفاعية ماذا يعني هذا الكلام؟ أولا تعبير جديد ستعمل أمس أن هناك مساعدات دفاعية للمعارضة السورية من الأمريكيين قبل ذلك كانت العبارة غير قتالية ولكن بالتسميات التي أطلقها وزير الخارجية جون كيري قال أنه هناك مساعدات مصفحات ودروع واقية نعلم المصفحات يعني هي ليست فقط دفاعية أنه السلاح يمكن استعماله وهذا يستوجب قزائف للمصفحات وهذا النوع من السلاح يستوجب أيضا تدريبات يعني أن المسألة ستطول لتأتي هذه الأسلحة ويجب أن يتدرب عليها السوريون المقاتلون السوريون المعارضون حيننا نتحدث عن مساعدات للمعارضة السورية غير قتالية وغير قتالية ودفاعية هذا لا يعني أنها هي عبارة عن سكاكر إنما هي أسلحة في عميلة خاصة أنه مصفحات مصفحات يعني إذا كان المقصود نقل المقاتلين حماية لهم ولكن يمكن استعماله أيضا ضد الخصم فلذلك أنه هذا يستوجب تدريبات وأنه يستوجب خبراء عسكريين يدربوا وهذا سيستوجب وقتا ولا أعلم إذا كان ذلك قد بدأ والآن أعلن عنه لأنه هناك مسألة وقت يعني والقتال لا متوقف حتى الآن السلاح أصلا دخل إلى الداخل السوري وتسلمت المعارضة السورية وتسلمت الجمعات المتطرفة من وجهة المصفحة عفوا من هذا النوع من المصفحات لم يظهر بعد ونعلم بأن معاز الخطيب القصد بالمصفحات هل السيارات المصفحة فقط؟ السيارات المصفحة بالسيارات المصفحة يمكن استخدامها لنقل فيها قزائف نعم للإطلاق أيضا الاتصالات الاتصالات شيء مهم بالنسبة للمعارضين للمقاتلين المسلحين لم يكونوا على اتصال أن هناك صعوبة كبيرة للاتصال فيما بينهم والاتصالات شيء مهم نعم يعني هذه خطوة متقدمة وتساعد طيب ما الجديد برأيك في اجتماع أسطنبول بالأمس يعني عنوانه فقط قتالي ودفاعي ومساعدات عنوانه قتالي ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني دفاعي أن أمريكا أعطت 30 مليون دولار مساعدات عسكرية أيضا فرنسا وبريطانيا يحاولان إقناع الاتحاد الأوروبي من أجل تقديم رفع الحذر عن الاتحاد الأوروبي رفع حذر السلاح عن الاتحاد الأوروبي ولكن الجميع يعلم بأن بريطانيا تمدل وعارضة أيضا بأنواع من الأسلحة وأعلنه جهارا وزير خارجيتها هيج في أكثر من مناسبة إذن في أمس لم يكن هناك دعوة للتهدئة لم تكن هناك يعني تقريبا إذن المراهنة على الأرض وعلى السلاح وعلى الوضع الأمني ما زالت قائمة نعم هل يمكن إسقاط الأسد عبر المعايير على الأرض؟ من سينتصر على الأرض بهذه المعادلة؟ يعني الأمريكيين منذ 48 ساعات يعني كيري و سواه يقول أنه لا مجال إلا بإسقاطه عسكريا ويعني المشكلة الحقيقة طب نعم أنه أنه القتال دائر ولم يتوقف منذ 24 شهر على التوالي النتائج خطيرة للغاية لا أحد يمكن أن يتصور كمية الدمار الحاصل و أكل حال النتائج خطيرة ليس فقط على الداخل السوري وإنما على الجوار وهذا ما قاله أرئيس السوري الأسد علينا أن يعني ننطلق أولا مما يعنيه السوري أولا هناك ما لا يقل عن سبعة ملايين سوري نازح داخل سوريا هناك ثلاثة ملايين ونصف مليون خارج سوريا يعني في لبنان في التركيا في الأردن هناك في مصر في الجزائر ولكن من أسبق قد على ذكر المساعدات على النازحين في لبنان وفي غير لبنان قمة الكويت كانت قد يعني أقرت أقرت إلى لبنان مساعدات إلى لبنان هل وصلت بدأت لبنان إلى المنظمة العليا للنازحين للنازحين وأيضا إلى جزء منها إلى الدولة اللبنانية والمهم أنه لم تأتي هذه ولم تأتي هذه المساعدات إلا بعد أن دقت يعني المسؤولة عن عمليات اللاجئين في اجتماع جالسة مجلس الأمن أول من أمس دقت جارس الأنزار أنه هناك نوع من الخدمات لم يعد بإستطاعاتنا تقديمها لأنه ليس هناك من مال لا تستطيع الدولة أن تتحمل هذا الأمر نعم ولا في غير لبنان ويعني المؤسف أنه هناك ازدواجية بمواقف الدول الكبرى المؤيدة للمعارضة يعني مثلا في مجلس الأمن صدر أول من أمس بيان عن مجلس الأمن وتعلمين بأن البيان لا يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن إلا عندما يتوافر الإجماع علما أنه هذا البيان ليس بملزم يعني ليس هو بقراء صحيح لأول مرة هناك إجماع في مجلس الأمن على موضوع بيان 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 ولكن أنه الأمريكي والروسي والصيني والفرنسي والبريطاني دول خمس كبرى ذات العدوية دائمة اتفق على أن المواجهات يعني خطيرة الخراب كبير النازحين الجرحة المصابين الدمار إلى ما هناك أنه علينا أن نتنبه أنه يجب أن يقف القتال فورا طيب هذا الأمر كيف يترجع بعد 72 ساعة جون كيري يعني الأمريكي والفرنسي والبريطاني في إسطنبول يقولون أنه هذا نتبرع للمساعدات الدفاعية نعم ألا يمكن كل هذا الكلام أن يكون يعني بروباجندا عالمية وما يجري تحت الطاولة مغاير تماما على سبيل المثال الصفقة الأمريكية الروسية التي الكل يتحدث عنها اليوم يعني لا أدري لا أدري هناك زواجية في الموقف الأمريكي سننتقل إلى الحدث ولكن قبل الدخول للحدث قمة الكويت والأموال التي خصصت لمساعدة النازحين السوريين والمناطق التي يتوجد فيها حتى في سوريا أيضا إلى من ستسلم في الداخل السوري أيضا إلى المنظمات من الهلال الأحمر المنظمات اللاجئين وهناك منظمات طابعة للأمم المتحدة ويعني إذا عدت إلى البيان الذي أدلت به مسؤولة العمليات النازحين للأمم المتحدة فاليري أموس يعني تقول بأن هناك 120 مركز لتوزيع المساعدات في سوريا وانخفض إلى 20 يعني هذا الكم مهم هذا الكلام لكن هناك معلومات تقول أنه يمكن أن تقدم هذه المساعدات إلى الهلال الأحمر السوري والهلال الأحمر السوري معروف في أي اتجاه في سوريا على كل حال سنتقل إلى الحدث في لبنان تطور أمني خطير جبهة النصرة والجيش الحر يستهدفان قاعدة لحزب الله في الهرمل وظحيفة الأخبار المصرية تتحدث عن شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل في سيناء نتابع النهار الحرب السورية تطل على لبنان من الهرمل أعلن لواء عاصفة الشمال أن جبهة النصرة وجيش السوري الحر قصفا قاعدة لحزب الله في الهرمل كما قصفا مناطق القصر وحوش السيد علي عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نوار الساحلي أكد للصحيفة أن القصفا تطور خطير جدا استهدف مركز قضاء في الجمهورية اللبنانية واللطف الإلهي جنب المدينة مجدرة وإذ حملت دولة اللبنانية تابعة ما يحدث دع الجيش اللبناني إلى اتخاذ التدابير اللازمة للرد على مصادر النيران في الشأن الحكومي علمت الصحيفة أن الرئيس المكلف تمام سلام استقبل مساء الخميس طويلا النائب وليد جنبلاط ثم استقبل أمس الوزير علي حسن خليل موفدا من الرئيس نبيه بري كما برزت زيارة الوزير علي قانسو الإسلام قانسو وبحسب أوساته سأل إسلام كيف يطلب أسماء من القوى السياسية من دون تحديد الحقائب فأجاب الأخير كما علمت الصحيفة بأنه ستجري موأمة بين الأسماء والحقائب الوطن السورية عيسى الأيوبي صراع مشروعين في سوريا والباقي تفاصيل صار الصراع في سوريا على أجندة سياسية مختلفة عن الشعارات المطلبية التي رفعت في بداية الأزمة إنه نزاع بين مشروعين ورؤيتين لسوريا بل للمنطقة والإقليم كله وكل ما دون ذلك تفاصيل صغيرة من هنا يمكننا رؤية التحولات الكبرى التي شهدتها الساحة السورية على مختلف الصعود العسكرية والأمنية والسياسية وكذلك التغييرات في المواقف الدولية إعلان التكفيريين الواضح عن حضورهم النافر على الأراضي السورية يؤكد أن حربا مفتوحة قد بدأت ولا يفيد فيها دفن الرؤوس تحت الرمال ففكر القاعدة بالتأكيد لا ينفع إلا إسرائيل وتوابعها من العرب الأخبار المصرية شبكة تجسس لصالح المساد في سيناء علمت الصحيفة أن أجهزة الأمن بشمال سيناء كشفت عن شبكة تجسس لصالح إسرائيل الشبكة تضم مصريين وفلسطينيين ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم الرئيسي بالشبكة وهو مصري من رفح اعترف على ثمانية متهمين من أعضاء الشبكة أجهزة الأمن ألقت القبض عليه بعد مراقبة نشاطه لأربعة أشهر حيث كان دائما التنقل بين القاهرة وشمال سيناء وجرى تسجيل المكالمات التي كان يجريها مع شخصيات كان يتعامل معها المتهم اعترف بأنه أفاد إسرائيل بمعلومات عسكرية حسب طلبهم وكان يستخدم شريحة دولية لشبكة إسرائيلية للتواصل مع الموساد أستاذ فليحان سنعود إلى الملف اللبناني وندخل في تفاصيل أكثر كيف نفهم ونقرأ التطور الأمن اللافت بالأمسة على الهرمل يعني تطور خطير ويعني يجب معالجته بسرعة كيف؟ لأنه يعني هذا تطور ميداني وهذا تطور الميداني مختلف مثلا عن القصف الذي كان يسقط على الحدود إما في الشمال أو في البقاع على الجبال وفي جرود القرى المحافية لأنه نتيجة صدمات تحصل مع المسلحين المعارضين هذه المرة يعني قيل سدف أحياء السكنية هدف الهرمل إلى جنب السكنة العسكرية في قلب الهرمل رأيك هذا الأمر مقصود؟ أكيد أكيد أن ذلك مقصود ما المطلوب؟ ما الهدف منه؟ يعني يبدو أنه هناك هدفا لضرب يعني هناك هدف معين موجود في هذه البلدة هل استهدف قاعدة لحزب الله؟ لا أعلم إذا كان هناك من قاعدة لحزب الله لا أعلم على كل حال قواعد حزب الله تحت الأرض وهذه هي غير مرئية لا أدري يعني هناك بعض وسائل الإعلام أنه الهدف كان هدف على حزب الله لكن لا أدري إذا كان هناك من هدف ظاهر من السكنة يعني إذا كنا قاعدة المطلوب جر حزب الله إلى المواجهة بشكل علمي وواضح؟ يعني هناك كلام كثير بأن الحزب يقاتل في الداخل في بعض القرى برأيك هل الحزب يقاتل في الداخل؟ لا أدري إنما يعني هناك بعض المعلومات هناك بعض المعلومات أنه هناك بعض العناصر في أماكن معينة لماذا؟ الجيش السوري هل يحتاج إلى مؤازرة من حزب الله؟ هذا الجيش يشهد له تاريخيا؟ هذا الجيش له ما يكفي من العتاد ومن القوى المدربة التي تستطيع أن تفعل فعلها وبعدين منذ سنتين حتى الآن لم يكسر وبالتالي هل يحتاج فعلا إلى عناصر من حزب الله للقتال في سوريا؟ طالما أنه لم يكسر منذ سنتين نعم هذا سؤال مهم أنا أسألك منذ سلسة أيام قيل أنه هناك سبعة ألاف مقاتل للحزب في سوريا؟ للحزب في بعض القرى الشيعية وأنه سكان لبنانيين هناك لدفع عنهم لا أعتقد بأن وجود هذا العدد يستوجب غرفة عمليات على الأقل داخل أراضي السورية يستوجب تموين تخزين طيب برأيك أذا كان صحيح أو صحة مقولة أن لحزب الله مقاتلين يقاتلون إلى جانب النظام في سوريا كان على الجيش السوري إلى جانب حزب الله أن يحسم المعركة منذ زمن طالما أن مقاتلي حزب الله يسجل لهم ويشهد لهم في حرب تموز كحرب عصابات على الأرض الخبراء العسكريين العالميين ودواء الاستخبارات منذ أن بدأت الحرب أو المواجهات في سوريا لم يكن يتوقعوا أن تستمر هذه الفترة ولا أحد يمكن أن يشخص لماذا هذا الاستمرار في القتال طالما أنك طيران عسكري مدفعية جيش مدرب يعني نسبة لذين شزوا وخرجوا عن الجيش السوري نسبة ضئيلة جدا يعني مجموعة الجيش السوري لازالت متماسكة لكن ليس هناك من تفسير طيب بالهرمل بعدما حدث ما حدث في الهرمل ما المطلوب اليوم أعتقد بأنه على القوى الأمنية اللبنانية الشرعية أن تتخذ زمام المبادرة تتحدث عن الجيش عن الجيش أن تحسم وتمنع كيف تحسم كيف إذا كانت هي تنتشر في تلك المناطق هل تتشر أكثر على الحدود هل تشتبك مع جبهة النصرة ومع الجيش الحر كيف إذا كان هناك من سلاح أو إطلاق نار من الأراضي اللبنانية أن تمنعه كيف أن تطلب إلى من يطلق النار من الهرم لكنها لم تستطيع وقف إدخال المقاتلين من الشمال السوري إلى داخل سوريا اليوم أعتقد أن نائب نوار الساحلي صحيح نوار الساحلي طالب الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها في أول حديث له كان في الميادين عبر شاشة الميادين بالأمس الكل يطالب لكن لا أحد يتحدث عن الكيفية يمكن أن ينتشر في الهرمل وعلى حدود المواجهة لمصادر نيران من الأراضي السورية وهي منع ذلك إن لم يكن بالقوة بالتفاوض بالقوة يعني إذا قصفوا ستة قصائف يمكن أن يرد عليها سنتقل إلى مصر اليوم ما يجري على الساحة المصرية وهناك القبض على شبكة تجسس تعمل لمصلحة الموساد في سيناء برأيك هل انتهت مصر؟ هذه شبكة التجسس دائمة وموجودة منذ خمسين عاما انتهت مصر أقصد القوة فيها على صعيد المساكنة مع إسرائيل اليوم يبدو دخلنا مرحلة أخرى يعني دائما شبكة التجسس موجودة وإياما حسن مبارك كان بالمئات ضبطوا هذه الشبكات ولكن هذه لن تؤثر على علاقات المصرية الإسرائيلية ولن تفكل لن تؤثر سنعود من بعد الفاصل ونبحث في الموضوع المصري لكن اسمح لنا أن نتوقف مع الفاصل ومن بعده سنعود من جديد أهلا بكم وأهلا بضيف المحرر الدبلوماسي في صحيفات النهار اللبنانية خليل فليحان مصر كنا نتحدث عن مصر قبل الفاصل مصر تغلي الشارع في الداخل المصري يغلي وعلى الجبهة هناك أيضا جرى إطلاق صواريخ إلى الداخل الإسرائيلي وتحدثنا عن أن هناك شبكة القبض من قبل القوات المصرية على شبكة تجسس طعمل لصالح الموساد الإسرائيلي كيف نفهم المشهد المصري في ظل الحكم الحالي؟ يعني المشهد مقلق جدا ويعني جميع الدول الكبرى وبعض الدول العربية التي كانت تؤيد الربيع العربي يعني حاليا هي في حالة مراجعة ودهشة لما يجري وأن هذا التحرك لن يستكين يعني أقل شيء يغلي الشارع وتنزل المظاهرات هل تشل الإخوان في حكم مصر؟ بالتأكيد حتى الساعة وأن يبدو بأن هناك كمية كبيرة من الشعب المصري لا تريد حكم الإخوان وهذا تفسير يمكن أن يعاد المشهد كما أسقط مبارك أن نذهب باتجاه إسقاط مرسي؟ هل هذا المشهد وارد؟ أعتقد بأن ذلك يستوجب مذبحة يعني مواجهة كبيرة لأنه حاليا حصل تطور أنه من نزل إلى الشارع أمس قال أنه يجب أن نكون مشاغبين وأن نستعمل السلاح برأيك الأمريكي اليوم يدعم الإخوان حكم الإخوان في مصر الأمريكي؟ يعني في الظاهر حاول يعني وتعلمين عندما زار كيري مصر يعني حصلت مضايقات كثيرة له ويعني أخرج من أبواب لا يخرج منها عادة وزراء خارجية أمريكا طب ما مصلحة الأمريكي مع الإخوان اليوم؟ يعني يريد أن يتدبر ويتكيف لأنه في بعض الأوقات كانوا الأمريكيين يدعمون الإخوان في أكثر من دولة والآخرين البعض يقول أن الأمريكي يدعم الإخوان لكي يقدم له بمعنى فرصة فرصة فضح أو كشف لحقيقة الإخوان يعني عم يتركون يفشلوا بالسلطة لا أعتقد ذلك لأنه حاول أن يفتح مع الأمريكيين وعندما حصل أن الأمريكي أصبح هو الحاكم أقرى المصري بيد من اليوم فيهدأ الشارع؟ هل بيد الداخل المصري أم بيد الخارج؟ يعني هناك صحوة وفورة معا في الشعب المصري ويعني يحرك الشارع أي فئة ترين أنها تحرك الشارع يعني هناك استسهال لهذا الأمر وأن مرسي لا يستطيع أن يعطي تعليمات توصف بأنها كانت من العهد السابق أنه استعمال القوة ولكن عدم استعمال القوة وهذا التراكم من عدم استعمال القوة يولد حالة اللا استقرار الدائم مصر في هذا الوضع الحالي حالة اللا استقرار الدائم في الداخل المصري قادرة اليوم على أن تلعب دور ما في المنطقة وتحديدا في سوريا عندما نعلم أن الروسي والمصري بعد زيارة مرسي إلى موسكو هناك اتفاق حول الأزمة السورية على بعض النقاط ليس بوسع أحد أن يؤثر بالأزمة السورية يعني حتى روسيا لم تستطع أن تؤثر ولا الصين على أساس هناك بعض الأفكار المتداولة بين الطرفين مثلا عندما كان اتفاق جنايف لم تقبل بها القيادة في سوريا لذلك أنا أعتقد أن ما يجري حاليا لا يمكن لأي طرف يعني خاصة مصر يعني تطلبين من مصر دورا ليس بوسع أن تضبط نفسها يعني الشارع إذن لا دور مصري مؤثر في المنطقة اليوم في مصر بالتأكيد يعني تعلمين عشرين دولة عربية لم تستطع أن تؤثر في سوريا على العكس أثرت في سوريا سلحت المعارضة في سوريا ولعب الدور على الصعيد السياسي والدبلوماسي أيضا في سوريا مقعد الجمهورية العربية السورية متى للمعارضة أريد أن أقول عندما أثرت أنه لم تؤثر يعني لم تهدئ الحالة يعني التأثير الإيجابي من قال يا سيدي أن المطلوب من هذه الدول العربية اتخاذ قرار بأن تهدئ الحالة في سوريا على العكس الدول الخلجية وعلى رأسها قطر والسعودية يبدو من خلال التصريحات الإعلامية أنها تريد استنزاف سوريا وتريد الخراب لسوريا والدمار لسوريا يعني تريد تغليب المعارضة على النظام طيب سنتقل إلى الصحف السورية ماذا جاء في عنوين الصحف السورية صادرة صباح هذا اليوم نتابعه السلام عليكم من دمشق ونبدأ عرضنا لأبرز عنوين الصحف السورية الصادرة لليوم الأحد مع صحيفة السورة من عنوينها قواتنا المسلحة تقتل عشرات الإرهابيين وتقبض على خمسين آخرين بينهم أردنيون وعراقيون وليبيون وتضبط أنفاقا في ريف دمشق وتحبط محاولة دخول سيارة تحوي قناسات متطورة إلى دمشق وتعيد الأمنة إلى عدة مناطق بريف القصير في حمص في الثورة أيضا أصدقاء الإرهاب يتقلصون ونفاق واشنطن إلى زروته مساعدات أمريكية غير قاتلة للإرهابيين في سوريا ننتقل إلى صحيفة تشرين التي عنونت أكدوا أن السلطات الأردنية تتاجر بهم وتصادر المساعدات الإغاثية خمسة ألاف مهجر عاد من مخيم الزعتري والسلطات الأردنية تحتجز وثائقهم الرسمية إخفاق محاولات التسييس في مؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية برجوردي في دمشق سوريا رأس حرب في مشروع المقاومة وندعمها في مواجهة السياسات الأمريكية في صحيفة تشرين أيضا مقالة افتتاحية لرغداء مرديني تحت عنوان جولة المؤامرة الجديدة إلى صحيفة الوطن ومن أبرز عنوينها سيطر على قرى بريف القصير وأفشل تسللا إلى مطار الضبعة وطريق مطار حلب الدولي سالك قريبا الجيش مستمر في عملياته النوعية على مختلف الجبهات وخسائر الإرهابيين بالمئات في الوطن أيضا اجتماع أصدقاء سوريا لمزيد من الزيت على نار الأزمة ومن بعض المواقع الإلكترونية المعارضة نختار موقع سيريا نيوز ومن أبرز عنوينه نقرأ رئيس البرلمان العربي مشاركة لإتلاف المعارض في البرلمان مشروطة بسلطته الفعلية ممثلة بكافة فصائل الشعب السوري رئيس أركان الجيش الحر لا تفاوض مع النظام والقوة وحدها ستنهي الصراع في سيريا نيوز أيضا الرئيس التركي الأزمة السورية تهدد بانفجار مذهبي في المنطقة ومع سيريا نيوز وبعض الصحف المطبوعة نأتي إلى ختام فقرة الصحف لليوم من دمشق السلام عليكم شكرا للزميلة جراسيا بيتار من مكتب دمشق يقال أن حكومات عربية أقنعت إسرائيل وأمريكا بأن الجماعات الجهادية هي الأكثر بلاء في مواجهة النظام السوري ولذلك ربما من الخطأ مواجهتها في الوقت الراهن يعني معروف حتى بمؤتمر إسطنبول كان المطلوب أنه يعني تخوف الأوروبي بعدم تسليم سلاح إلى المعارضة أنه يتسرب إلى التنظيمات من يضمن هذا الأمر لذلك هناك ليس هناك من ضامن حتى الساعة يعني تقول المعارضة يعني ائتلاف وغيره من فصائل المعارضة لكنهم في الخارج ليسهم على الأرض يعني المهم على الأرض من يضمن ذلك لا ضمانة حتى الآن لذلك الانتحاد الأوروبي بجميع دوله يقول لا يعني لا تسليحة للمعارضة السورية تخوفا من أن يتسرب هذا السلاح إلى فرنسا وبرطانيا كان لهم موقف مغاير مغاير ولكن المجموع هناك يعني فيه اتحاد أوروبي دول كثيرة وبالتالي لا يمكن لدولة أن تنفرد وتخرج بعد الاتحاف وتأخذ قرار خاص بها أبدا يعني كل هذه التصريحات من قبل الكلام الإعلامي المسعى الفرنسي والبريطاني منذ نحو سنة ونصف السنة طيب من مناورات الأسد المتأهب قبل عام شاركت فيها تسعة عشر دولة وبإشراف الولايات المتحدة كان الهدف منها التدريب على الاستيلاء على مخازن أسلحة كيميائية وصولا إلى التدريبات العسكرية وما يحكي عن تدريبات للمعارضين في الردن وعن وصول تعداد القوات الأمريكية إلى ما يقارب عشرين ألفا تقريبا رسائل الأسد والمقابلة الأخيرة على الإخبارية السورية بطبيعة حال تباعدك بأن المعرك نعم يعني وصل رسائل إلى الأردن وإلى تركيا وإلى دول تحزيرية الجوار طيب كل هذا الاستعداد والمناورات الروسية منذ فترة وبعد كم يوم سنشهد أيضا مناورات إيرانية إلى أين تتجه المنطقة وسط كل هذا الضجيج يعني السابت بأن شيئا ما يحاك في الأردن يعني ضد سوريا تدريبات أو يعني عملية عسكرية مفاجئة يمكن أن تحصل على المراكز يعني السلاح الكيميوي الموجود على رغم من يعني يعني عمليا الأردن تورت بالأزمة السورية يعني علنا وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بأن هناك مئتين من عناصر البحرية الأمريكية أو من قوات النخبة أنه أتت إلى يعني الأردن وهي ترصد كل ما يجري في سوريا وما إذا كان هناك من تأكدات طيب والأردن نفى هذا الكلام نفى نفى لكن ما نصدق هنا الأردن أم الولايات المتحدة الولايات المتحدة لأنه أعلن رسميا ليس تسريبا ولم تضاعفت في الواشنطن بوست عادة أو في أي صحيفة أمريكية أخرى أو وسيلة إعلامية خليجية أو إلى آخرين طيب يعني الأردن بات التورط الأردني في الأزمة السورية بات بشكل علني وواضح طيب منذ يومين كان هناك مسيرة للإخوان وصفت بعسكرة الإخوان وشبيحة وصفتهم الصحف الأردنية يقال أن الملك عبد الله ذهب إلى سوريا والتقى الأسد وقال له عدونا مشترك الأخوان هل يمكن مثل هذا الأمر؟ أعتقد أعتقد ذلك هو في وقع الحال هو ليس عدو النظام في سوريا وفي الأردن هم الإخوان؟ لنقول ذلك ولكن يعني ليس هناك من يعني تعاون مشترك من أجل وقف هذا يعني قال الأسد في مقابلته الأخيرة أنه أرسل وفد سياسي وأمني إلى الأردن بمثابة تحذير للأردن يعني إذا كان ذلك صحيح لكن يبدو أن نتيجة هذا الوفد لم تكن إيجابية من هنا كانت الرسالة التحذيرية في آخر المقابلة ألا يعي الأردن هذه المخاطر؟ يعي يعي ولكن بين الأردن وبين الولايات المتحدة الأمريكية يعني الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم النظام في الأردن وتمده بالسلاح وبالمال وبالمساعدات طيب الحديث عن منطقة عازلة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة هناك هدف لإقامة حكومة مؤقتة برئاسة غسان هيتو هذه المنطقة لها أهداف في طبيعة الحال ومن أحد الأهداف أنها تبعد الجماعات الجهادية عن الحدود الإسرائيلية طيب من يضمن عدم دخول الجماعات الجهادية إلى هذه المناطق وبالتالي تشكيل خطر على إسرائيل أم من إسرائيل؟ يعني أولا هذه المناطق يحكي الكثير عنها ومنذ زمن ولكن يعني لم يحصل أي كيان يعني لم نسمع مثلا هذه المناطق أصبحت جاهزة ولم نرى غسان هيتو أتى بزيارة إلى هذه المنطقة التي أصبحت يعني خالية من أي يعني أصبحت للمعارضة وحكما وإلى آخره يعني الأمور مفتوحة على مزيد من الحروب على مزيد من التصعيد برأيك أكيد لأنه لو كان هناك من نجال يعني لكان حصل ذلك ماذا يفعل الإبراهيمي إذن؟ لماذا لم يستقل وأكد أنه لم يستقل حقا يعني هذا سؤال كبير وأنا أعرفه شخصيا وأعرفه بأنه جدي لكن لا أدري لماذا هو مستمر في هذه المهمة المستحيلة إنها مهمة مستحيلة واعترف أول من أمس أمام مجلس الأمور لا يقدم إنه يفكر لكن طال تفكيره لقد طال تفكيره سنتقل إلى الصحفة الإسرائيلية اقرأ إسرائيل في الصحفة الإسرائيلية لهذا اليوم دول أوروبية تتجه لوضع إشارات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية وزير الدفاع الأمريكي في فلسطين المحتلة إسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة الأسلحة الضخمة نتابع هاريتس لوضع إشارات دول أوروبية على منتجات المستوطنات أبلغت نصف دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي وزيرة خارجية الاتحاد كاترين أشتون تأييدها وضع إشارات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية من قبل شبكات التسويق في أراضيها حكومة هولندا وفي مطلع أذار مارس أصدرت تعليمات إلى شبكات التسويق لديها بخصوص وضع إشارات على المنتجات من المستوطنات وهي الدولة الثانية التي تفعل ذلك بعد بريطانيا غير أن هولندا تراجعت عن قرارها بعد عدة أيام وادعت أن الأمر لا يتعلق بأوامر رسمية إنما بمسودة قيد البحث والتداول الهولنديون الذين ذعروا من الرد الإسرائيلي الشديد قرروا تأجيل تنفيذ الخطوة إلى حين تجنيد دول أوروبية أخرى الرسالة التي وقعها 13 وزيرا تمثل خطوة إضافية نحو تنفيذ إجراء وضع إشارات على المنتجات في المستوطنات ومع ذلك لم تضمن الرسالة أي قرار أو أعلان عملي حول الموضوع إسرائيل هيوم هيجل جاء مع رزمة في القدس وواشنطن حافظوا لأكثر من سنة على سرية تفاصيل الصفقة الضخمة التي كشف عنها هذا الأسبوع في أعقاب زيارة وزير الدفاع الأمريكي تشاك هيجل والآن خرجت كل المعلومات إلى الضوء الزيارات السرية المحادثات الميراتونية صمت نتنياهو وأوباما خلال الزيارة الأخيرة والرسالة السرية الصفقة التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ستزود إسرائيل السعودية والإمارات العربية المتحدة بطائرات وصواريخ متقدمة جدا ذات قدرة ردعية ضد إيران وعرابها وزير الأمن السابق إهود باراك إذن تهدف الصفقة لردع إيران لتقديم طيف من الردود على التهديدات ولتحسين القدرات العسكرية للشركين العسكريين في الائتلاف الإقليمي ضد إيران السعودية والإمارات بالنسبة إلى الأمريكيين كان من المهم التوضيح أن الصفقة لا تعني تأييدا أمريكيا لعمل عسكري مستقل ضد إيران أستاذ فليحان من جديد برحب فيك زيارة وزير الدفاع الأمريكي إلى المنطقة والصفقة التي يحكي عنها صفقة الأسلحة بقيمة عشرة مليارات دولار هذا شيء طبيعي أساس أنه بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بتعتبر إسرائيل أنه هي الحليف استراتيجي طيب لماذا لإسرائيل والسعودية ودولة الإمارات؟ لماذا ماذا؟ لماذا صفقة هذه الأسلحة والزيارات للسعودية وأسرائيل والإمارات؟ يعني دائما السلاح السعودي والإماراتي هو بالدرجة الأولى سلاح أمريكي في بعض الأوقات يحصل تطعيم لهذا السلاح بالسلاح الفرنسي ولكن وفقا للرئيس الذي يحكم فرنسا بعض الأوقات تختار الإمارات السلاح الفرنسي ولكن في السعودية معظم السلاح هو أمريكي وتسألين لماذا؟ يعني صفقة أسلحة ومقابل بمساندة وأبقى النظام الحكم طيب لماذا أسأل لماذا هذا التوقيت؟ يعني بعد فشل أو عدم نجاح المفاوضات في إيران في كازاخستان المفاوضات الإيرانية البعض يعتبر أن هذا ضد إيران لا صفقة الأسلحة غير متطبطة بنجاح مفاوضات أو غير مفاوضات هي دائما لأن هذه الأسلحة التي تشترى لم تستعمل طيب ضد من هذا التسليح؟ لم تستعمل منذ زمن يعني هناك الكثير من الطائرات الحربية الحديثة ولكنها لم تستعمل يقال أن هذه الصفقة يحضر لها منذ سنة ولكن اليوم خرجت إلى الإعلان لماذا في هذا التوقيت بعد فشل المفاوضات خرجت إلى الإعلان؟ عادة هناك صفقات أسلحة عندما تسلم للدول يأخذ عليها عمولة وتكون هناك صدقات عند أركان الحكم وإلى ذلك ليس بالضرورة إتمام هذه الصفقة أن تكون مرتبطة بفشل المفاوضات يقول مسؤول في وزارة الدفاع أن الصفقة هي بقيمة 10 مليارات دولار ستسمح للإمارات والسعودية بشراء أسلحة ذات قدرات عالية على المواجهة والتي يمكن استخدامها في الاشتباك مع العدو لإصابة أهداف على مسافات بعيدة من اليوم هو عدو السعودية؟ إيران إذن هي ضد إيران السفقة؟ نعم بالتأكيد ولكن هل تستعمل؟ لم تستعمل مرة واحدة هل خضت الإمارات حربا ضد أي دولة؟ من يدري؟ تتغير المعادلة اليوم؟ هل بإمكانها هذه الدول؟ لا أعتقد لا أعتقد ذلك هل تتحسك تتخوف من الإيراني؟ بالتأكيد بالتأكيد السلاح ضروري وصفقات الأسلحة ليس معنا ذلك أنها ستستعمل وإذا ستعملت يعني هناك جيش يقف وراء هذا الاستعمال ونعلم بأن الإمارات ليس لديها جيش يواجه إيران أشكرك على كل حل القواعد الأمريكية منتشرة في طول البلدان الخليجية وعرضها أشكرك المحرر الدبلوماسي في صحيفة النهار خليل فليحان شكرا جزيلا على حضورك معنا مشاهدين الكرام حلقة آخر طبعا انتهى التحية وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر